مع دخول ساعات الفجر الأولى ليوم الأربعاء الضاحية تعيش هدوءا حذرا بعد يوم دامن ليلة الثلاثاء حيث تم تنفيذ أربع غارات توزعت على الليلكي برج البراجنة حارة حريك وأيضا حارة حريك بالقرب من جامع الحسنين هذه الغارات جاءت بعد تحذيرات أطلقها الاحتلال الإسرائيلي عبر متحدثه الإعلامي أفخاي أدرعي وطلب من سكان هذه الأبنية في إطار حرب نفسية يقوم بها جيش الاحتلال في مواجهة المقاومة وتم استهداف هذه الأبنية التي أشار إليها جيش الاحتلال ولا تزال أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة الليلكي تحديدا كما ترون من خلال الإضاءة التي يوفرها مطار بيروت الدولية الذي يعتبر الوحيد المضيء في هذه المنطقة في ظل الظلام الدامس الذي يسيطر على الضحية الجنوبية لبيروت التي باتت كل مناطقها معرضة للاستهداف إن كان في الوزاعي أو الاجناح أو الشياح أو الغبيري حارة حريك السانتراز الجاموس المعمورة الرويس برج البراجنة المريجي حي السلم الشويفات كفرشيمة العمروسي الليلكي كل مناطق الضحية دخلت دائرة الاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي هذه الاستهدافات طالت اليوم منطقة الطيوني كاستهداف أول أصاب هذه المنطقة من خلال تهديم مبنيين كان قد سبكها صباح أول من أمس استهداف أيضا مبنى في تلك المنطقة القريبة من هناك أو ما تعرف بمستديرة الطيوني قصقص وهي المنطقة التي كانت بمنأة عن الاعتداءات الإسرائيلية كما أن أيهم يوم أمس كان داميا ودخلت منطقة الوزاعي وهي بوابة العاصمة بيروت الجنوبية دائرة الاستهدافات بعدما كانت أيضا بمنأة عن هذه الاستهدافات الوزاعي تعرضت بالأمس إلى غارتين ليلا استهدف الميناءين الموجودين فيها بالعودة إلى الغراط التي حصلت اليوم كان أعنفها التي حصلت في منطقة برج البراجني كونها أصابت عدد من الأبنية وليس مبنى واحد كما حصل في حالة حريك أو في الليلكي أو في مسجد القائم ففي هذه المناطق الثلاث أيهم تم استهداف مبانا بعينها أما في منطقة برج البراجنة خلفي تماما عند هذا الضوء هناك الخفيف لا يزال لا تزال النيران مشتعلة من المكان هذه الغارة كانت الأقوى اليوم من بين سلسلة الغارات التي حصلت وكونها أصابت نحو أربع أبنية مجتمعة تم تدميرها بالكامل في المناطق التي تعرضت لها الضاحية الجنوبية اليوم لاعتداءات